بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تمر علينا ذكرى أليمة وهي ذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء فعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الحديث عن الزهراء هو حديث عن حجة الله في أرضه هو حديث عن تعاليم السماء في الأرض حديث عن السيدة الطاهرة التي أمن الله سبحانه وتعالى على البشرية بها والأدلة على عصمتها وطهارتها وفضلها كثيرة كما في آية التطهير وآية الذكر وآية الاصطفاء وآية المودة وغيرها من الآيات وكذلك الروايات والأحاديث أقرت بذلك وشهدت بذلك وعند الفريقين كما في حديث الثقلين وحديث السفينة وحديث الأمان وبضعة رسول الله وأحاديث أخرى في هذه الدقائق وفي هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن بعض حيات هذه السيدة الطاهرة سلام الله عليها فلو نظرنا لفاطمة كأم وكما تعلمون أن الأمة الناجحة لا بد أن تكون فيها مؤهلات لا بد أن تجتمع فيها صفات حتى تستطيع أن تعلم وأن تربي أبنائها ففاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت مثالا واضحا وجليا في التربية الصحيحة فلا بد أن نأخذ سيرة فاطمة سلام الله عليها وأن تتعلم منها البشرية جمعا لأنها سيرة أخرجت لنا سادة وقادة وأئمة في الأم نستطيع أن نشير إلى نقاط كيف استطاعت الزهراء سلام الله عليها أن تربي أبنائها أولا نقول الطهارة والعفة كما تعلمون أن للطهارة والعفة أثر كبير وقد أثبتت الدراسات الحديثة هذا الشيء بغض النظر عن الأحاديث والروايات الكثيرة في هذا الصدد اليوم الدراسات الحديثة أثبتت أن للعفة والطهارة أثر كبير على الطفل والسيدة الزهراء هي سيدة العفة وسيدة الطهارة وسيدة التقى سلام الله عليها وهذا يقر به جميع المسلمين النقطة الثانية هو الاهتمام بالجنين في الرحم وهذا كذلك له أثر كبير جدا وممكن أن يكون ذلك من خلال لقمة الحلال وكانت الزهراء سلام الله عليها دائمة الوضوء وكانت تكثر من قراءة القرآن وأما لقمة الحرام فحاشاها فلم تقرب يدها إلى لقمة الحرام بغض النظر على أن تأكل سلام الله عليها وهذا في الحقيقة درس كبير ينبغي أن نتعلمه وأن نطبقه على حياتنا النقطة الأخرى التي تفيدنا في تربية أبنائنا ونستفيد من الزهراء سلام الله عليها هي الرضاعة والحضن الدافي إن حضن الأم وحليبها لا يعوض عنه شيء وهذا ما أثبتته المنظمات الإنسانية وأثبتت أن له أثر كبير على تربية الطفل والزهراء سلام الله عليها كانت تحرص على هذا وكانت تحاول أن تمارس أعمال وحوائج أبنائها بنفسها سلام الله عليها وإليك هذه الرواية التي رواها كل من أحمد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن أرام في مجموعته وغيرهم قال أنس عن أنس أن بلالا أبطأ في صلاة الصبح يعني تأخر عن صلاة الصبح فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حبسك يا بلال ما الذي منعك ما الذي أخرك عن الحضور للصلاة في وقتها فقال مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي انظر مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي فقلت لها إن شئتي كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئتي كفيتك الصبي وكفيتني الرحى فقالت أنا أرفق بابني منك انظر إلى هذه الكلمة من الزهراء سلام الله عليها تقول أنا أرفق بابني منك هذه مدرسة في الحقيقة لو أردنا أن نتأمل فيها هذه مدرسة اليوم إخواني نقدم للمجتمع جيل لم يحظى بحنان الأم لم يحظى بحليب الأم اليوم الأطفال يكبرون ويتربون عند المربيات وعند الخادمات وهذا انذار خطر لخلق مجتمع خالي من العواطف وخالي من الأخلاق انظر إلى الرواية كيف تبين لنا وضع الزهراء سلام الله عليها ولكنها تحرص على أن تباشر أعمال أبنائها بنفسها سلام الله عليها النقطة الأخرى هي التربية في أجواء مناسبة كما تعلمون أن للأجواء المناسبة وللبيت الهادئ والخالي من المشاكل أثر كبير على تربية الطفل ونجد هذا في بيت فاطمة بيت خال من جميع المشاكل مع صعوبة ذلك الزمان ومع صعوبة العيش ولكن لا تجد في بيت فاطمة سلام الله عليها نزاعات كله حب وكله وئام وهذه بشهادة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول انظر إلى هذا الحديث يقول ولا أغضبتني والإمام هو حجة الله في أرضه يشهد للزهراء سلام الله عليها يقول ولا أغضبتني ولا عصيت لي أمرا جدا مهم بيت خال من المشاكل يخرج لنا تربية سالمة تربية إسلامية حقيقة وهذا يدل على الانسجام الموجود في بيت فاطمة سلام الله عليها فعلى النساء أن تتحلى بهذه الصفات أن تسعى لأن تصل إلى هذه المرحلة أن تصبح كالزهراء سلام الله عليها في بيتها ومع زوجها والنتاج يكون نتاجا مربى ونتاج صالح لمجتمع ولخلق مجتمع إسلامي كما يريده الله سبحانه وتعالى النقطة الأخرى هو العلم والمعرفة إن الأمة الناجحة تلك الأمة التي تعرف وتتعلم كيف تربي أبنائها لا يمكن أن تتخلى الأمة عن الجانب العلمي وتريد أن تكون لها أبناء وذرية كما عند تلك المرأة التي تتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلم بعض الأمور التي تفيد في تربية الطفل الزهراء سلام الله عليها وهي العالمة وهي المعصومة استطاعت بعلمها استطاعت بهذه المعرفة التي عندها أن تربي أبنائها وبشكل نموذجي وأخرجتهم إلى المجتمع انظر إلى فاطمة سلام الله عليها كيف كانت تتعامل مع أمير المؤمنين سلام الله عليها قالت لأمير المؤمنين انظر إلى هذه الرواية يقول قالت لأمير المؤمنين يَبْنَ عَمْ مَا عَهِدْتَنِي كَاذِبَهْ وَلَا خَائِنَهْ وَلَا خَالَفْتُكَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِيْ ماذا أجابها أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال عليه السلام معاذ الله أنت أعلم بالله ففي الحقيقة هذا العلم منعها سلام الله عليها أن تكون كاذبة حاشاها هذا درس لنا ينبغي نحن أن نتعلم ولكن مرحلة العلم التي كانت عند الزهراء سلام الله عليها بيّنت لها الصح من الخطأ لذلك بهذا العلم استطاعت أن تعلم أبنائها أن تعلم أطفالها وتخرجهم للمجتمع علماء للمجتمع وأفادوا المجتمع استفاد المجتمع من أولاد فاطمة اليوم التاريخ كتب أسماءهم على صحف من نور يفتخر اليوم التاريخ بذكر مناقبهم يفتخر التاريخ أنه ضم بين دفتيه أسماءهم سلام الله عليه وبالتالي يكون للعلم أثر كبير على نشأة الأطفال وما أجمل الشاعر يقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي في الحقيقة الأم مدرسة الأم مدرسة لأبنائها من هذه المدرسة يخرج للمجتمع العلماء من هذه المدرسة يخرج للمجتمع ناس يرفعون المجتمع ناس يأخذون المجتمع إلى النور النقطة الأخيرة التي نستفيد منها التي كانت تطبقها سلام الله عليها هو التعليم الصحيح ينبغي لنا أن نحرص على أن نعلم أبنائنا التعليم التعليم الصحيح الزهراء سلام الله عليها كانت ترسخ المبادئ في نفوس أبنائها ترسخ الكرم وترسخ الصفح عن الآخرين ترسخ كظم الغيظ وما إلى ذلك من الصفات الحميدة وكانت تبرز هذه نقطة مهمة وأحب أن أؤكد عليها وهي إبراز محاسن وصفات الأب للإبن حتى يتأثر بها كل ما كان بين الإبن وبين الأب تشابه كانت المشاكل قليلة لذلك سلام الله عليها كانت تردد هذين البيتين على إمامنا الحسن وهو صغير تقول له اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسم واعبد إلها ذا منا ولا توال ذا إحا وهذا درس كبير لنا لا بد أن نتعلمه من الزهراء سلام الله عليه وهو أظهار محاسن الأب للإبن له أثر كبير على تربية الأطفال نسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنتبع أهل البيت أن يوفقنا لنتبع تعاليم فاطمة وسلام الله عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب تروي قصة أحزاني من فاطمة لصاحبي زماني الباب تروي قصة أحزاني من فاطمة لصاحبي زماني من غير قبر فاطمة زكية فأصبح الضلع لنا هوي أم أبيها بضعة سماء بنت النبي غيمة الحياء أم أبيها بضعة سماء بنت النبي غيمة الحياء جرح من التسبيح والدعاء تلبس ثوب الحزن والبكاء قد شيعتها صورة نسائي تغيب في مقبرة الخفاء هذا الذي أوصيت به الوصية فأصبح الضلع لنا هوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر